باقنا ولن نخرج من العراق هذه خلاصة تصريحات المسؤولين الأمريكيين بين الحين والآخر وكان آخرها تصريح مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية التي قطعت الطريق أمام التكهنات وأعلنت أن العمليات ضد داعش لم تنتهي وأن القوات الحكومية في العراق ما زالت بحاجة إلى دعم وتطوير وكل ذلك يستدعي بقاء القوات الأمريكية الموقف الأمريكي لم يشكل صدمة للحكومة في العراق ولا للميليشيات التي ترفع شعار الموت لأمريكا إذ إن رئيس الحكومة محمد السوداني كان قد صرح قبل فترة أن العراق بحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية إلى أجل غير مسمى ولأجل حسم الجدل حول بقاء القوات الأمريكية زار وزير الدفاع في العراق وقادة أمنيون واشنطن وتباحثوا مع القادة الأمريكيين هناك ما سموه سبل التعاون والتنسيق من أجل مكافحة تنظيم داعش والدعم اللوجستي والعسكري للقوات الحكومية في العراق وحينما يكون التأييد للبقاء الأمريكي في العراق قادما من حكومة تابعة للإطار التنسيقي فإن علامات الاستفهام تثار حول هذا الإطار الذي تتبنى ميليشياته رفع شعار مقاومة أمريكا والمطالبة بجدول زمني لانسحابها نهائيا من العراق موقع ميدل إست إي حرر هذه الألغاز عندما كشف أن قادة الميليشيات يصرحون علنا بمعادات أمريكا وبالسر يتوسلونها للبقاء في العراق ولذلك طلب زعيم ميليشي العصاب قيس الخزعلي من رفقائه عدم إحراج حكومة السوداني باستهداف المصالح الأمريكية وبالفعل ما إن تسلم السوداني رئاسة الحكومة حتى خفتت الهجمات التي كانت بشكل شبه يومي تشن على أرتال الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في العراق الوجود الأمريكي في العراق ليس غرضه بحسب مراقبين محاربة تنظيم داعش أو تقديم دعم لأمريكا وإنما التزام بخطة الاحتلال طويلة الأمد في عدم السماح بنهضة العراق وخروجه من رحم الأزمات